حضرتك يعني لي جبع كبير في القانون ونقابة المحاميين عايزة عرفة حضرتك أخبار التعون إيه لأن الكل دلوقتي بيسأل على التعون وكل يوم يطلع حاجة جديدة وخبر جديد طبعا أنا تقدمت بطلب في تاريخ 17-9 لمدير التنفيذ النادي الزمالك بإدراك كافة الأعضاء وخاصة الأعضاء الغير مسددين للقيمة المضافة وخاصة لأن عددهم حوالي 40 ألف عضو طبعا ده رقم يعني يهدد العملية الانتخابية بالبطاني الكل والنسبي فطبعا يعني لما ما ردش على الطلب الخاص اللي أنا وردته ليه وقدمته له بشخصه وبوجود بقى أعضاء اللجنة سواء يعني الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الدكتور أحمد فؤاد الوطن المدير المالي كابتن أحمد شعراوي المدير الرياضي طبعا أيض ضعن بإلزام النادي بإدراك كافة الأعضاء الغير مسددين للقيمة المضافة وتسليمهم كرنيهاتهم لعام 2024 وقف العملية الانتخابية الطلب احتياطي الحين إدراك كافة الأعضاء فجأت بعد نظر أول جلسة أن سيد مدير الدارة النادي أصدر قرار بأن الناس اللي هي العضاء الجميع العمومية الغير مسددين للقيمة المضافة ممكن يتم إدراكهم بس بشرط يتم سادات 50% من القيمة المضافة طبعا القرار ده خلاني أن أنا عدلت الطلبات الخاصة بصحيفة الدعوة وعدلت طلباتي بإلغاء هذا القرار وبإلزام الجهة الإدارية والإلزام مدير النادي بإدراك كافة الأعضاء والجلسة محبوزة للحكم لجلسة يوم اللي حد القادم 15-10 والانتخابات المفروضة بأيوم الجمعة 20 فيه طعون طبعا ضد أحد المرشحين من مقعد الرئيس النادي الكابتن حسين لبيب طبعا ليه جلسة يوم الخميس برضو برجع فالمفس المعات تتعلق الجلسة الخميس دي أول جلسة تتعلق بالعضوية ونظر العضوية ومدى صحتها من عدمه طبعا يوم اللي حد عنده الكابتن حسين لبيب والكابتن فاروق جعفر طبعا المحامي اللي هو أقامل الطعن أستاذ ماجد الحنبالي ده مرشح على مقعد الرئيسة تنازل عن طعنه فيما يتعلق بالكابتن فاروق جعفر في الجلسة السابقة أما ما يتعلق بالكابتن حسين لبيب تمسك بطلباته واستبعاده من قوائم ويدراجه في الكشوف النهائية في الرئاسة رئاسة النادي ما فيش غير الكابتن حسين لبيب اللي علي طعن اللي علي طعن والقاضية مؤجلة لبعض التصريح منها تصريح من اتحاد كرة اليد باستخراك شهادة منهم من اتحاد إذا كان هو الكابتن حسين كان بيلعب من عدمه في الفريق الأول أو الناشئين أو وضعه في القيد طبعا في لبس كبير ظهر أن في شهادة قدمت من محامل كابتن حسين لبيب بيتكلم بيستشهد بيها أنه هو اللاعب في الفريق الأول من عام 1968 طبعا دي عامل لابس لأنه هو موليد خمسة وخمسين يعني عمره كان 12 سنة وده طبعا فيها استحالة وفيها يعني أمور من فاشبه مع الفريق الأول تجعل الشهادة دي هي والعدم سوا إحنا مش عايزين نقول ده تزوير مفضوح فطبعا للقضية حاليا محجوزة للحكم محجوز من تأجل القرارات صدرة من محكمة القضايا لدارة دايرة التانية طعون والسيد رئيس الدايرة يعني قال إنه هو هيحكم في نفس اليوم في نفس اليوم هيطلع حكم يوم لحد 15 عشر قبل الانتخابات بخمسة يام فممكن يعني إما هيستبعد كابتن حسين لبيب إما هيكمل الانتخابات عندها بخصوصهم طبعا على بعض المرشحين زي أمناء الصندوق على النائب فقد كلهم محجوزين للقرار 15 عشر كذا نائب ولا نائب واحد؟ كذا نائب من أسماء لو حضرك؟ هشام نصر وهاني المهندس هاني العتال ليه عليهم طعم؟ بعض الأمور تتخص الكابتن هشام نصر على ما اعتقد إنه هو كان موقوف ولكن ما اطلحتش على باقي الطلبات أو صحف الدعاوة الخاصة بهم وفيه على الأعضاء في أي تعون على الأعضاء؟ لا 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 فيه دعوة قيدة أمس بخصوص سبع أعضاء مرشحين ما بين فوق السن وتحت السن جلستهم يوم الخميس طب هو يعني سؤال يعني يعني اللي بيحصل ده كله قبل الانتخابات بكم يوم وممكن يحصل مفاجآت ونلاقي حد من التعون دي مكمل يا مش مكمل هو ليه؟ 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 ليه الدنيا فيها؟ يعني ليه؟ ليه الأمور كده منتخذ طعم كتير؟ لأن إدارة النادي حضرتك كان يجب عليها أن هي تدرج وتعلن الجميع العمومية قبل الدعوة للانتخابات اللي إدارة استعجلت في الدعوة للانتخابات والجهة الإدارية استعجلت المفروض كان يبقى فيه وقت أفضأ يعني أطول من كده وأن الناس تاخد فرصة في الدفع مثلا من السداد القيمة المضافة أو عدم سدادها أو خاصة أن في نادي طنط الرياضي صدر له حكم من مجلس الدولة بعدم إلزامه بسداد القيمة المضافة ورد المبالغ التي حصلت فممكن ده يؤمن النهار دا إحنا فيه طاعا أصلا موجود ومتأجلة القضية لورد تأرير هاية المفوضين وأكيد تأرير هاية المفوضين هي يقول إن ده هي رياضية ومع لهاش قيمة مضافة فاللبس والاستعجال وصدور القرارات اللي هي الغير مطابقة للقانون هي اللي أدى للوضع ده عدم فحص العضويات يعني بصورة أضاق هي اللي عملت كده مش موافقة بتطلع بعد ما المرشح بيقدم الملف بتاعه ويتوافق عليه مش مفروض في ساعتها للأسف إن إدارة اللجنة اللي هي بتتلقى الطلبات قبلة كل أوراق الترشح دون تطقيق فده اللي عمل مشكلة دلوقتي ولغة كبيرة والانتخابات على الأبواب فطبعا ده يعني مشكلة كبيرة طب وحضرتك مقدم إنه يتم تأجيل الانتخابات لحد أم الحين دراج الجمعية العمومية بالكامل يعني النهار ده الأعضاء اللي هما الجدد اللي الناس دفع من 2016 كامل عضوتها هل ده عضو عامل في النادي ولا مش عضو هو معاكر نيه بالإضافة الأهم من ده كله الجمعية العمومية التي تنعقد يوم 20 أكتوبر بتناقش أول حاجة اختيار وانتخاب مجلس إدار جديد رقم 2 التصديق على الميزانية للعام المالي السابق من 36 2022 من 36 2023 العام المالي ده كل الأعضاء سددت الاشتراكات فيها يعني الناس الأعضاء اللي عليهم القيمة المضافة هما سددوا وانريد الاشتراكات عن العام المالي السابق لأن هما معهم كانت 23 فهو شريك في التصديق على الميزانية انت النهار ده بتمنعه هو من حقه يروح يعني يقيم دعوة في القضايا ليداري ببطلاني لانتخاباته وحرمانه ومنعه من مورسة حقه الدستوري ده أصلا قانون القيمة المضافة في الغرامة في الحبس في الإلزام بس ما فهوش المنع من التصويت المنع من التصويت ده ده بيلزم يكون واحد عليه عقوبة سياسية انت حضرتك النهار ده واحد عليه قيمة مضافة غرامة وممكن تحصلها بالحجز الإداري بالحجز على الحساب البنكي في طرق وسائل كثيرة للتحصيل القيمة المضافة غير انك انت تمنع عنه حق دستوري وحرق قلت كمان ان البعض كانوا عايزين يروحوا يدفعوا ولكن خلاص يعني هو طبعا الإدراج بيكون قبل الانتخابات في 15 يوم لابد ان يتم قفل الإدراج أسماء من الجامعة العمومية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر